في آخر التطورات على صعيد الأزمة في إيران علمت العربية أن هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء سلم المرشد علي خامنئي اسمي ضحيتين من المحتجين على نتائج الانتخابات تم اقتصابهما في سجن كهريزك وأوقف رئيس القضاء الإيراني الجديد صادق لارجاني أمس أمر المدعي العام باستدعاء مهدي رفسنجاني وموسوي وكروبي وخاتمي كما أمر لارجاني بمنع صحيفة كيهان والإذاعة والتلفزيون الرسمي من التطاول على رفسنجاني ونشرت مواقع الإصلاحيين على الانترنت رسالة من ابنة الإصلاحي المعتقل محمد علي أبطحي قالت فيها إن ما يكتبه أبطحي الآن يملع عليه من قبل المحققين وعلمت العربية من مصادرها أن حسن الخميني حفيد الإمام الخميني يتعرض لضغوط من أجهزة الأمن لمنع الرئيس السابق محمد خاتمي من إلقاء خطابه السنوي في ضريح جده خلال ليال